قالت الأمم المتحدة إنه فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود عرب جوتيراش عن قلاقه زاء العقابة الأخيرة التي واجهها مركز التنسيق المشترك في عملياته اليومية وقدم جوتيراش رسالة إلى لوفروف موجهة إلى بوتين ويتحمل اقتراحاً للمضي قدماً بهدف تحسين وتمديد وتوسيع الاتفاق كما أرسل جوتيراش أيضاً رسائل مماثلة إلى أوكرانيا والتركيا الموقعتين أيضاً على الاتفاق إضافة إلى ذلك تواصل جوتيراش مع لوفروف بشأن قضايا مثل عرقلة الصادرات الزراعية والأسمد الروسية فضلاً عن تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الصادرات الزراعية الروسية وأكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل لمعالجة القضايا المتبقية